أيضا في جبهة خيرسون هناك إشارة أيضا من نفس الوزير ووزير الخارجية الأوكراني يقول ويتحدث بروسيا تحاول ضم مدن خيرسون وماريوبول وبدن أخرى أيضا لإصلاع عليها عبر فرض مناهج دراسية روسية وفرض التعامل بالعملة الروسية وتقديم جوازات السفر أيضا الروسية للأوكرانيين لكن أضاف أنا واثق كما يقول الوزير تماما من أنه مجرد تحرير هذه الأراضي سيحرق استحرق القالبية العظمى من أوكرانيين جوازات سفرهم الروسية بهدوء أيضا في المواقد كما يقول الوزير لكن هنا أشرت قبل قليل سيد ياسر موضوع الدعم الشعبي للجانب الأوكراني في خيرسون والرفض للوجود العسكري الروسي الآن أيضا هناك من جانب الأوكراني يتحدث عن أيضا تحرير خمسة أوكرانيين خلال عملية خاصة نفذتها أيضا الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هل هذا يشير إلى بالفعل هناك خلايا نائمة الآن في خيرسون من قبل الجانب الأوكراني بعد هذه العملية الآن نوعية للجانب الأوكراني في خيرسون كما ذكرت لك بالبداية خيرسون هناك حراك مدني على مستوى المظاهرات وهناك أيضا مقاومة حقيقية في داخل خيرسون وهناك أيضا حالة حرب على خطوط التماس لذلك خيرسون لن تستقر للأمور لها وبتصور روسيا تريد أن تجلس جلسة مفاوضات مستعدة أن تتخلى عن خيرسون حتى فقط في حال تم تأمين خطوط النقل البري باتجاه القرن روسيا بالنتيجة تعبت وهي وعدت وحتى هذه اللحظة لم تستطع أن تنجز ما وعدت وحالة الاستنزاف مستمرة سيما وأننا نعلم أن الدعم العسكري لأوكرانيا على مستوى السلاح لن يقف يعني خلال فترة قصيرة وبالمقابل روسيا بدأت تطالب بعض الدول بمساعدتها طالبة الصين والآن نسمع عن الدعم من خلال إيران إذن روسيا لا تحتمل حرب طويل المدى خصوصا أننا نعلم أن آخر معركة لروسيا على مستوى طويل المدى وبمساحات كبيرة هي حرب أفغانستان الفاشلة لديها لذلك أنا بتصوري روسيا من مصلحتها أن تؤمن منطقة خيرسون إما من خلال تفويض كما تدعي وتخيف الأوكران من خلاله شأن ما حصل في القرب أو في الدونباس أو أنكم تتفاوضون معي وسأتنازل لكم ولكن ضمن شروط تضمن لاستمرار النقل عبر خطوط المواصلات في قليم خيرسون